بلغة الأرقام وزي ما كنا بنتابع الانفو جراف صدر من مركز الوزراء مجلس الوزراء عفواً التقرير بيقول إنه مساحة شمال سينة فقط 29 ألف كيلومتر مربع شمال سينة فقط لو هنقرن المساحة بحجم المشروعات اللي بالفعل تنفذت شمال سينة يعني أنا هقول إنه 29 ألف كيلومتر مربع بنتكلم تقريباً على محافظات شمال وجنوم سينة ومحافظات تنمية الصعيد ربما أنا من وجهة نظري إن الجزئيتين دول خدوا جزء شديد جداً من اهتمام القيادة السياسية المصرية ومن الافتتاحات الحكومية ومن العبور بالمشروعات التنمية إلى هذه الأماكن أنا بتصور نفوق 80% نسبة من مشاريع التنمية مقارنة بمساحة شمال سيناء كمحافظة شمال سيناء ونخلينا أقول لك إنه يعني اللي حصل في مشروعات الكهرباء مثلاً في شمال سيناء أو في وسط سيناء لحنا تحدثنا عن الصرف الصحي تحدثنا عن يعني انفاق 10 مليار جنيه على محطات كهرباء لو حد تغذية في سيناء وتم الانتهاء منها هو ده اللي خلى الأمر الآن يعبر عن مدى جاهزية سيناء لاستقبال وفوت سياحية لإقامة مشروعات تنموية الحديث عن دخول الاستثمار المصري المحلي إلى أرض سيناء كان يتطلب وجود بنية تحتية يتطلب الآن أيضاً وجود بنية أمنية قوية ومستقرة في شبه جزيرة السيناء أنا في تصوري وبنوجة نظري أنه ما فيش حد قبل كده أو إحنا ما اشتغلناش قبل كده كتير وتأخرنا في كل الملفات ويبتخيني هنا أوضح حاجة بصراحة الأمانة يعني وكنا نتناقش في هذا الأمر الكتير أنه يا جماعة ما يحدث في عشر سنوات لو أهمل ما كناش أيضاً هنستطيع أن احنا نتواصل في عناصر التنمية يعني التفكير بأن احنا كنا ناخد فينا واحدة واحدة مش هينفع تاخد واحدة واحدة لأنك أنت بتتحدث عن تهربة وصرف صحي وبحطات معالجة مياه ومواني وطرق ومطارات ومدارس وتعليم يعني ما ينفعش واحد يقولي تابقية كان لازم هو الطريق لازم أعمل عليه مشروعات عشان تحقق عائد على إشاء الطريق وعشان نحقق مناطق سكنية عشان الناس تسكن وتستخدم الطريق فالمنظومة الشاملة في البنية التحتية والمشروعات القومية ونقل عناصر التنمية والتنوف عناصر التنمية والانتهاء منها هو الوحيد الذي كان يقدر يخليك يعيد شبابية وحيوية الدولة في الداخل وفي كل المناطق النائية سواء في العواصم والمدر المتوسطة أو القرى أو الصعيد أو شمال سيناء وجنوب سيناء احنا بنتكلم على يعني خيرنا احنا موقفناش كتير عند 18 تجمع تنوي 18 تجمع تنوي في وسط سيناء يعني هو الموضوع ده لابد أن يأخذ الحق الأصيل في التقطيع الإعلامية الكاملة أنت تتحدث عن مناطق تنموية تقلق فرص عمر وتقلق انتاج زراعي وتقلق سكن وتقلق مدرسة ومسجد وبيئة صالحة جدا وشمل ومتغيرة إذن أنت يعني بتغير فلسفة التعمير وفلسفة التنمية فلسفة التنمية والتعمير ليست تشاكل قناة أو إصلاح عشر تلف فدان لكن هو إيجاد منظومة سكنية عملية تشغيلية كاملة ذات عائد ده هو الأمر المهم جدا لازم نوقف عنده كتير لأنه النهاردة لما أجي أستلم خمس فددين أو عشر فددين وعبيه دورين وفي مسجد وفي مدرسة وفي مكان التعليم أبنائي بالتأكيد دي بداية حياة سليمة لبعض الأسر أنت الآن بتبدأ تعمر وتستغل الأرض وفي نفس الوقت أنت بتشتغل أيضا على عناصر جديدة يعني الحديث البسيطي اللي كنا نتكلم عنه أن جنوب سيناء يبقى مؤتمر يبقى شرم الشيخ يبقى كذا ده خلاص أنت إحنا عارفين قويس أوي أن جنوب سيناء منطقة جذب طبا منطقة جذب سياحي الكلام ده بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم معروف تلاتين سنة النهار ده يجب العالم يعرف أنه فيه محسنة ومحاطة صرف صحي ومليون متر مكعب عشان زراعة أراضي في سيناء كانت تنتظر قطرة ماء فبالتالي إحنا عايزين نوصل لمرحلة أن نجسد ونثمن ما تم فعله إذا تم التعرف عليه وتكسيده بشكل جيد وخدناه في شكل حقائق الكلام ده كله لما تم في ثمان سنوات نسأل نفسنا سؤال لو كان تم في ثلاثين أربيعين سنة كان زمان موقفنا النهار ده في عدد المصانع وعدد المزارع وعدد المزارع الموجودة أو نعكس السؤال أو لو كنا تأخرنا في أن نحن نقوم بده بالإضافة إلى أن 750 مليار جليل اللي قم فيه قدول النهار ده لو عايز تعملهم هتعملهم بتريليون وخمسمائة مليار وبالتالي هي الفكرة كلها عناصر التنمية تبدأ باستراتيجيات ورؤية هناك رؤية جديدة في تجاه سيناء يعني الحديث بالنسبة لي مش مسألة إجرائية أو مش مسألة أن نقيم محطة صرف صحي الحديث بالنسبة لي أنا كواحد بيطلع على خطط وبيطلع على تجارب دولية في العالم إيه اللي نقدر نقدمه نبنقدم للعالم أو نقدم لأنفسنا عشان نبقى جاذبين أننا عندنا رؤية وفلسفة في التنمية الشاملة محاور وطرق بنعملها قبل ما نبدأ نخش نشتغل لأكي مش دخلنا نشتغل وبعدين ما عرفاش نخش سينة إزاي إحنا دايماً بنتكلم عن استثمار كاستثمار في الزراعة أو في الصناعات أو في حتى وجود مناطق سكانية ما تكلمناش عن استثمار في العنصر البشري اللي كانت بتحرص عليه مصر في الفترة اللي فاتت على مدار العشرة سنوات أن يحصل فعلاً استثمار في العنصر البشري علشان يمقى فيه فئات مختلفة من المصريين موجودة في السينة شوفي حقاً أنا أقولك على حاجة بصراحة جديدة الموضوع العنصر البشري ده أنا أبشوف نجة نظري بخير متابعتي للقاءات اللي بتاعتصد الكتير جداً في مصر القادرة السياسية الحوار يمتد دايماً على الشخصية المصرية ويمتد دايماً على أنه حتى في مدارس التعليم الفني والمدارس اللي بتتم في سيناء الآن والمدارس اللي بتنشأ حالياً والجماعات أيضاً الحوار دائماً على خلق وأعادة صياغة الشخصية المصرية بهوية تنموية وهوية صناعية يتعلم فيها الإتقان يتعلم فيها الجودة يتعلم فيها المسئولية يتعلم فيها الإخلاص لأنه إحنا برضو عايزين نعمل تنمية بشرية حقيقية فاعلة تعبر عن تاريخ هذه الدولة في الصناعة والتجارة وفي الزراعة وبالتالي لن يعود ذلك إلا من خلال التنمية البشرية والعنصر البشري والكادر البشر المؤهل هذا الكادر البشري لابد أن يتعلم الإرادة والإدارة والاثنين دول هيقدروا يخلوه إلى حد كبير كادر البشر المؤهل العبرة ليست بإنشاء عدد كبير جدا من المدارس أو بإنشاء عدد كبير جدا من الجماعات والقليات وده حصل بالفعل لكن الخطوة القادمة والذي تحدث عنها سيد الرئيس احنا كنا في الملتقى الصناعي المصري الدولي الأول اللي كان من ثلاثة أيام والحوار واضح تماما وإذا توجه فلسفة ورؤية وربما الإعلاميين والإخوة العاملين في المنظمات الأعمال والمكتبع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المدارس ناخد بالنا أن احنا فعلا في أمس الحاجة مش لخريج مش لواحد متعلم بيعرفيها لو يكتب نحن في أمس الحاجة إلى شخصية مصرية صناعية وهنا الهوية الصناعية الجديدة هوية الإتقان والجودة وهوية البرودد الفاخر أن أنا بصنع المنتج ده أن أنا بشرف أن المنتج ده طالع من عندي أن ثقافة العلامات التجارية تبدأ من التعليم ثقافة اختراق الأسواق الدولية تبدأ من التعليم ثقافة التجارية الدولية تبدأ من التعليم ثقافة الاستهلاك تبدأ من التعليم هناك بعض المفاهيم لابد أن تتغير في مناهج التعليم حتى نخرج بمخرجات وهذا ما يحدث الآن في فلسفة تنمية سيناء